وتنقلت الاخبار بين الناس ان سيدنا رسول الله خرج في جمع من اصحابه متوجه نحو مكة ومعروف الوضع والحال بينه وبين دولة المشركين بمكة فثارت نفوس اولئك وكان قد استعمل على المدينة المنورة سيدنا نميل بن عبد الله الليثي فجعله خليفة له بالمدينة المنورة وطيبة طيبة وتوجهه فلما ثارت نفوس قريش وقال هذا محمد الذي نازلنا في موقعات كذا واليوم يدخل الى مكة آمن ويخرج يتحدث الناس اننا جبنا واننا دللنا ولم تذل تلك الاعتبارات هي المحركة لعجليات الكفار ومن شابههم الى اليوم انما طريقة التفكير اين موقعنا بين الناس في هذه الحياة وما يقول الناس عنا هذا محق تحريك الفكر عند الكفار ومن شابههم الى اليوم ويندر بين بني ادم من تغلبه الفطرة السليمة فيتحرك تحركات بحكم هذه الفطرة لاجل نفع الناس او لاجل مصالحهم العامة او لاجل شيء من خيورهم دون ان يكون له مرض يتعلق بطلبه المنزلة والمكانة وبحثه عن نفس بين الناس مع ندرته فهو في غير المسلمين اقل واندر وهو في المسلمين انما يكتمل في الخلص والكمل منهم وهم القلائل الذين تمت لهم التزكية على وجهها وعرفوا شرها النفوس وشرها وكيدها وخباثتها وكذبها ومعاندتها وتحيلها ومكرها وانواع خبثها هؤلاء الذين اعانهم الله تعالى فطخروها وبلطهرها لهم من كل تلك الافات وجعلها نفوسا مطمئنة راضية مرضية تقصد وجه ربها لا تقصد سواه هؤلاء هم الذين طريقة تفكيرهم تختلف جدريا عن طريقة التفكير العام الذي يؤثر في الناس وفي حركاتهم وفي اتخاذهم القرارات المختلفة في شؤون حياتهم فجماعة قريش كان الاولى والاجدر بهم مع تعظيمها من البيت أن يقول يدخل محمد وزحبه يطوف يرجع ولا ايزال الحكم عندنا ولا امر لنا ويكون هذا محل شرف لهم انهم فسحوا المجال حتى لمن بينهم وبينهم موقف اجلالا لهذا البيت لكن كل هذا التفكير ما حام حول اذهانهم في وقت ثورة النفوس من نحن ومن نكون وان موقعنا وما يقول الناس عنا وهذا تماما هو الذي اذا ثار في ذهن حتى المسلم يلهيه عن خيره ويصد ويحجبه عن حقيقة عزته وكرامته العاجلة والاجلة لو امعن النبر وفكر قليلا رأى ان غير ما اتخذه من قرار اولى به واحسن عاقبه واجمع لشرفه ولخيره لكنه عند ثورة النفس اين انا وانا انا تبع من نشر الله عنه كلمة انا ما لك ان لا تكون مع ساجدين قال انا خير منه لم اكن اسجد لبشر ان خلقته من ظين انا خير منه فاذا جاءت وشوشت انا اوجبت العناء وقفعت دون السناء واوقعت المرأة في حقيقة المهانة هناك وهنا وكان الاجدر بمن امن بالله ان تتحرك في مشاعره وحاسسه عظمته وتغيب انا ليقول هو ويرجع اليه ويعظم امر ويطلب رضاه في كل حركاته وسكناته ولذا وجدنا رسول الله لم يكن يغضب لنفسه قط يرضى لرضى ربه ويغضب لغضبه يرضى لله ويغضب لله يعفو عن الذنب اذا كان في حقه وسببه فاذا اذيع حق الله لم يقم احد لغضبه صلوات ربي وسلامه عليه وكيف احسن التعامل مع من اقبل عليه ومن اجبر ومن احب ومن ابغض صلوات ربي وسلامه عليه خرج ومعه هذا الهجي ومعه هذا العدد واحرم ولبست ياب احرامه احرم من ذي الحليفة جنب المدينة ومضى محرما والاخبار تتناغل حتى كان ما كان من قريش فلما وصل الى عسفان لقي في عسفان بشر بن سفيان الكعبي قال له يا رسول الله هذا قريش سمعت بمسيرك ومخرجك فخرجوا بهمتهم معهم العوض المطافيل يعني الجمال والنوق باولادها ذات لغن خرجوا وهم قد لبسوا جلود النمور ونزلوا بذيطة قد عاهدوا الله تعالى ألا تدخلها عليهم عنوا ولا بالقوة هكذا وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد جاء ووصل الى كراع الغمي قال صلى الله عليه وسلم يا ويحة قد أكلتهم الحرب تعبوا في وقعة بعد وقع بعد وقع وهنوا في أنفسهم وفقدوا من قواهم ماذا عليهم لو تركوني والناس فإن غلبني الناس وخذلت كان ما أرادوا وإن كانت الأخرى فإن شاءوا دخلوا في الإسلام بعزة وإن شاءوا قاتلوني ومعهم قوة استبقوا قوتهم ما فرقوا قوتهم في الوقعات مرة بعد أخرى ما تظن قري ما تظن قري أما إني والله لا أزال أجاهد على هذا الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تمفرد سالفته أي صفحة عنقي ينقطع راشي عن عنقي تنفرد سالفتي صفحة عنقي ما تظن قريش ما تظن قريش فوالله لا أزال أجاهد على هذا الذي بعثني به الله حتى يظهره الله أو تنفرد سالفتي صلوة ربي وسلامه عليه هذا مثل كصة الحين من بعده ثبتون على الحق والهدى لا يضرهم من ناواهم ولا من خذرهم حتى يؤدون ما عليهم لكن بهديه لا بعنجهية ولا بخروج عن السنة النبوية ثم قال من يخرج بنا إلى طريق غير طريق التي هم فيها قال له سيدنا رجل من أسلم من الصحابة من أسلم يقول له أنا يا رسول الله أدل لك على طريق قال خذ بنا سألك بهم طريقا وعرا كثير الحجارة أجرل يقولون أجرل يعني كثير الحجارة بين شعاب تعبوا مضوا في طريق بعض متعب كثير الحجارة وهم والهدي وما معهم من زادهم وهم جعبهم حتى خرجوا إلى واد وطريق سهل فرحوا وقد شق عليهم المشي في الطريق لما خرجوا وأفضوا إلى طريق سهل قال صلى الله عليه وسلم قلوا نستغفر الله ونتوب إليه قال لهم قلوا نستغفر الله ونتوب إليه صاح الصحابة وراءه نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه قال والله إنها للحطة التي عرضت على بني إسرائيل فأبو أن يقولوها فأدخل الباب وسجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين